أكد الناطق باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضائلة على أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون حظراً شاملاً لمسير المركبات فيما سيصبح للمواطنين بالتجوال سيراً على الأقدام وسمحت الحكومة للمواطنين الخروج باستخدام مركباتهم ثاني أيام العيد ولغاية الساعة السابعة مساءً بدون استماح بالتنقل بين المحافظات إلا لحملة التصريح وسيكون التنقل بحسب الأرقام الفردية والزوجية كما أعلن العضائلة عودة عمل القطاع العام يوم السادس والعشرين من شهر أيار الجاري بعد انتهاء عطلة عيد الفطر مع مراعاة أوضاع الموظفات اللواتي لديهن أطفال على صعيد آخر أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بياناً للمسلمين حول العالم بشأن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد في ظل استمرار تفشي فارس كورونا المستجد وقالت الهيئة في بيانها إنه يجوز أداة صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت بالكيفية التي تصلى بها في المساجد والساحات وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء ودعت الهيئة المسلمين إلى التضرع لله بالدعاء لرفع ما حل بالإنسانية من البلاء وأن يسارع لفعل الخيرات والإكثار من الصدقات ومساندة المرضى والمعوزين تخفيفاً لما حل بهم من أثار هذا الوباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر